اهلا بحضراتكم شهر رمضان قرب وكل يوم رسائل معايدة وتهنئة ولنكات بتتبعد علشان كده لازم تخلي بالك وتحاول ما تفتحش اي رابط يوصل ليك على التليفون لان السرقة الالكترونية اصبحت وباء منتشر للغاية وصعب التغلب عليه وقائع السرقة والاحتيال عبر الانترنت بتحزث بشكل متكرر من خلال طرق مختلفة ومتعددة اهمها الرسائل ورغم القبض على عدد كبير من هذه الشبكات المزعومة الا انها مزالت تعمل بقوة كبيرة علشان كده لازم الناس تكون اكتر دراية بطبيعة النصب الالكتروني وكيفية التعامل معه والحصول على الوعي الكافي لعدم الوقوع قضحية له من بين ملايين الضحايا حول العالم بيعتمد النصب الالكتروني او ما يسمى بالاحتيال عبر الانترنت على استخدام الخدمات والبرامج للاحتيال على الضحايا او استغلالهم ويغطي هذا المصطلح بشكل عام نشاط الجرائم الالكترونية الذي يحدث عبر الانترنت او عبر البريد الالكتروني ومن بين ابرز عمليات النصبة المنتشرة هي عمليات الابتزاز بعد سارقة الملفات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي وانشطة الكرسانة الاخرى المصممة لخداع الاشخاص من اجل الحصول على اموال علشان تتجنب النصب الالكتروني في ست خطوات مهمة لازم تخلي بالك منهم اول حاجة عدم ارسال الاموال مطلقا لأي شخص اتعرفت عليه على الانترنت ايضا عدم مشاركة التفاصيل الشخصية او المالية مع اي شخص وعدم الضغط على اي روابط او مرفقات في رسائل البريد الالكتروني او الرسائل الفورية ايضا الابلاغ عن اي نشاط مخادع تلاحظه عبر حساباتك على الانترنت وكذلك رسائل البريد الالكتروني ومراكبة الحسابات المصرفية الخاصة بيك وتفعيل اعداد الاشعارات بشأن نشاط بطاقة الاعتمان الخاصة بيك واستخدام خدمات الحماية وايضا سرعة ابلاغ السلطات القانونية اذا تعرضت الاحتيال على بطاقة الاعتمان خلينا اعرف حضراتكم على اغلب طرق النصب الالكتروني اشهرها ويهولها بطاقات المعيدة بيركز النصابين الالكترونيين على الاحداث الشعبية لخداع الاشخاص الذين يحتفلون بها وده بيتضمن اعياد الميلاد الشخصية وعيد الفطر وعيد الاطحى وعيد الميلاد وعيد الفصح بيقوم النصابين بتثبيت برنامج لاختراق جهازك على رسالة ويبعثوها لك مجرد ما تدوس على هذا الرابط اللي في هذه الرسالة معتقد انها رسالة تهنئة فورا بيخترق جهازك او حسابك تاني اسلوب ليهم هو الموعدة بيستهدف عدد كبير من النصابين الالكترونيين تطبيقات ومواقع الموعدة عبر الانترنت بيركزوا على هذه التطبيقات لجذب الضحايا لارسال الاموال ومشاركة البيانات الشخصية وبيخدعوا ضحاياهم باسم الحب بعد فترة بيبدأوا يطلبوا منهم مساعدات مالية طبعا اخر حاجة هي شائعة جدا يعني هي بطاقة الاقتمان بيحصل النصب في الحالة دي عندما يحصل النصابين على تفاصيل بطاقة الاقتمان او الخصم للاشخاص في محاولة لسركة الاموال او اجراء عمليات شراء غالبا ما يستخدم المحتلون عبر الانترنت صفقات قرود مصرفية جيدة لدرجة بيصعب تصدقها لجذب الضحايا على سبيل المثال قد تتلقى الضحية رسالة من مصرفها تخبرها بانها مؤهلة للحصول على صفقة قرد خاصة او تم توفير مبلغ كبير من المال ثم يطلب منها ادخال بيانات البطاقة لاتمام هذه الصفقة من هنا بيحصلون على بياناتها وتتم السرق علشان كده حاولوا تجنب هذه الاساليب للحفاظ على اموالك ولتجنب التعرض للنصب الالكتروني مستمرين في تغطية اخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع شكرا جزيلا لحضراتكم شكرا جزيلا لحضراتكم شكرا جزيلا لحضراتكم شكرا جزيلا لحضراتكم